ما تيجي نخلي يعني نحدد الكلام أكثر حضرتك الآن من إيه فيما يتعلق بيه لقاء أي مصر و السنغال ومتطمن لإيه متطمن إن إحنا إن شاء الله بإذن الله نعدي والمطشين يعني هما دول بإذن الله لأننا لما لعبنا في نهاية البطولة الأفريقية إحنا كنا أفضل في كل حاجة لكن كنا مجهدين جدا زي ما وقلت حضرتك كنا مجهدين بالنسبة للوصول للنهائي كنا لعبنا عدد ساعات أكثر منهم رواحة بتاعتنا كتأقل منهم فدي مدينة تفاقل بشكل جديد جدا إحنا نعدي إن شاء الله عن يوصل لكالس العالم ده وقم ويحن هي العبرة بالإجهاد بس ما هو إحنا لعبنا يعني هل الإجهاد لو ما فيش إجهاد هل ده معناه بالضرورة اكتمال الجهزية بتاعت اللعيبة أه واكتمال التيم إحنا برضك لعبنا النهائي من غير بقاية الأساس اللي هو عمر كمال عبد الوح إحنا لعبنا بحد تاني فبالتالي إحنا برضك كان عندنا لعبة أسية مش موجودة في المباراة النهائية وطبعا كان الشنوي مصابه طبعا عبد عبد العبد كان عمل ممتازة لكن إحنا دايما بنبقى نكحين في البطولات المجمعة بشكل كبير جدا بدايتنا بتبقى مش عالية جدا لكن من النهايات دايما بتبقى كويسة لكما أنا أقول إن شاء الله، ليه إحنا عنا نعدي، واجهة نظري، إن إحنا المباراتين دول، وبالذات المبارات الأولى على ملعبنا، أنا أهم حاجة عندي ما يجيش فيها الهدف. طبعاً، هذه حاجة لسياة بالنسبة لي، وإن شاء الله سنكسب. لكن ليه المطش الثاني أسهل، زي ما أقول لحضرتك، إن المطش الثاني كروش بيعف يدفع كويس، وعندنا القيبة عندها خباط عالية جداً، ونقدر نخطف في أي وقت. فبالتالي، يبقى عصاب لعبتنا في النحية الدفاعية، هنقدر نشتغلها كويس جداً، عندنا لعبة متمكنة، لعبه في أفريقيا كتير، واخده على الأجواء دي كتير، وإحنا مع الفيوء دي نقدر نكسب. ما أنا عشان أدفع هناك، لازم أفوز هنا، ما أنا لازم أهاجم هنا علشان أدفع هناك، ما أنا لازم أهاجم هنا، على ملعبه هو بيبقى محتاج الأول يهاجمك، فيبقى عنده مساحات مفتوحة أكتر، لكن هو لما يجي لعبنا هنا، بالتالي، يبقى متكتل بالنسبة كبيرة، وهيبقى قافل اللعب بالنسبة كبيرة، ماشي، بس مساحات اللعب مش هتبقى مفتوحة زي ما أنت يا حداك متخيلة، أنه ماتش هيبقى ممتع ومساحاته كبيرة، لا، ده ماتش تكتيكي من الضارة الأولى، لأن فرقة عاوزة ترصى الكاس أعلى، هو هيجي هنا هيقفل بشكل كبير جداً، وهيعمل تكتل دفاعي بشكل كبير جداً، ودي يعني هتبقى محتاجة فرصة اللي هنروح بها أن نرزباً نجيبها، مقصة خلي بالك، يعني الدوافع اللي عندنا في المقابل، السنغال عندها نفس الدوافع، أيو تمام، بس إحنا بغضى نلعب على المساحات أكتر، كمان في المقابل بيخططوله، والحزبة اللي أنت حاسبها على ماتش العودة، هم حاسبينها بالتفاصيلها، بحذافرها على ماتش الزهاب، إحنا عندنا التلاتة اللي فوق، يداروا يلعبوا على المساحات بشكل كبير جداً، زي صلاح، عندك مرموش، عندك مصطفى محمد، عندك النني والسلية، دول يداروا يلعبوا على المساحات، ونقدر نشتغل بشكل كويس جداً، لكن لما تبقى المساحات مقفولة، هنأعتمد أكتر على الحلول الفردية بشكل كبير جداً، فبالتالي هنا، هنأعتمد على الحلول الفردية، وعلى القوة السابقة بشكل كبير جداً، لكن هناك قوة يبدأ يهاجمك، فيبقى عنده بصحية في خط الضهر بشكل كبير جداً، هتفيد نحن من الناحية الهجومية، هو دي وجهة النظم النظم، نتمنى ذلك، نتمنى ذلك، نتمنى ذلك، نتمنى ذلك، أنا أعتقد أنه يأخذ أفشة عشان كده، عشان يبقى عنده حل في الناحية الهجومية يدينا مساحة أكتر، لأنه دايماً كوش يلعب أربعة، ثلاثة، ثلاثة، فدايماً لعبه يعتمد بثلاثة في نص الملعب، وهو حمدي فتحي، يبقى قدام السرد باكين، ويلعب بين نيني والسلية، ومرموش، وصلاح، ومصطفى محمد، هو ليس يغير عن هذا التشكيل بشكل كبير جداً، وهو يعتمد على، وده أنا من روكة نظري ممتاز هنا، هو بس الفكرة بين مرموش وترزيجيه، هل يبدأ بهم؟ يعني يبدأ بين مين في الاتنين؟ يعني مرموش ماشي كويس برضك في ألمانيا، وآخر إزبوه هدف، وهو مقتنع بشكل كبير جداً، وهو رجل عنده حلول برضك، مرموش عنده حلول للتصويب على المرمو بشكل كبير جداً، فعنده حلول ممتازة، فعنده رجله خادت مع المنتخب كمان، يعني، 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 بوجوده لما بيكون فايق ومصحصح، لا بيعمل فرق، وعنده حلول، يعني عنده التصويب على المرمو من أكتر الناس بتقدر الصوب، وعنده بدايل هو في الحتة ديت، عنده زيزو، عنده ترزيجيه، الاتنين كويسي، هل بقى هو ممكن يفاجئنا مثلاً بأفشة؟ أنه يتبقى مفاجئة حلوة؟ أه طبعاً، كلنا نتمنى، هو ده بقى إيه؟ رضاً على سؤال حضرتك، لو هو فاجئنا بأفشة، هيبقى الموضوع مختلف فقط، هيبقى غير توقيت اللهم، وهو بيفاجئ السنغال، وفاجئنا معه، ودي حاجة نتمنى كلنا، موسيقى